السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اخوتي في الدرس الجديد على القناة دي لكم استفهام اليوم ان شاء الله سنطرق الموضوع المهم هو كيفاش سنشري الدومين ديالي واشنوما الحواج اللي خصني نشوف قبل من شري الدومين يعني باش من الطريق شكما كنقوله فاول حاجة اخوتي كما تعرفو كان هناك شركة اللي بزاف اللي كيبيعوا الدومين او اسم النطاق ومن بين هذه الشركة اللي معروفة واللي كل شيء تقريبا كيعرفها كان نشوفه قودادي المتميزة بالسعر دياله اللي تقريبا مكغتلقها في سوق ارخص السعر بالنسبة لي انا احسب تجربة المتواضع ديالي فغتلقها في قودادي وكان شركة اخرى النيمشيب اللي مشهورة ومعروفة بالخدمة ديالها وكان هستغاتر تهيى يعني متوقعة وكان بلا هوست وكان بزاف ديال الشركة المهمة نعطلكم ه observation ستشوف Jennize هما الي مشهورين بزاف وهما ما فيهمش بزاف ديال المشاكل فأولا أن أخوتي غ اتو branalted نعرفو أشنا هما الحوايج اللي chgsi نديرو قبل ما نشريو Evening فاخوتي فضروري خصك تتساول على الشركة اللي غدتشريцы لأن هد Independ hase الشركة التي ستشري معها ستتعامل معها من بعد أول شيء سترى الشركة التي يكون فيها سعر جيد يعني الضومن ستلقى الثامن وثاني شيء مثلا لا أعجبتني هذه الشركة سنقوم بها الاستضافة سنحاول نرى الاستضافة من شركة أخرى مثلا أنا وقت الضومن في قودادي ونعود نقل الضومن لإستضافة أخرى في بلاهوست أو سيتجراند أو شركة أخرى فسعر هذا النقل الضومن يكون غالي في بعض الشركة يعني يكون بحل تحايل لكي تجعلك مرتبة معهم وما تريد أن تغييرهم والثالثة المهمة هي خدمة العمالاء ومشاكل فضروري يا أخويا أنت بديت الخدمة على الويب عمل على المشاكل مرة تضيف لك السيت مرة عندك مشكلة تقيل السيت ضروري ما تقدرش تحلو تكون تاكتي الشركة هي التي تحلك هذه المشكلة فبالنسبة لهذه المشكلة تنضره على السبار وطريقة التعامل مع المشاكل فبعض الشركات كان فيهم السيرفيس وشي حاجة اللي الطب وكان شركات أخرين اللي عندهم هذه المشكلة يعني معرف بأن العملاء دي له يعني ما يتعاملوش مزيان وقليل وصعيب باش يجاوبوك وصعيب باش يشاطيه معك لهذا تقدر تشري دومين من القودة دي وتأخذ استضافة من شي شركة أخرى اللي معروفة ورابع حاجة يا سمعت الشركة يعني ما يمكن شنا غادي نشري معن شي شركة اللي ما معروفاش ولا شي شركة اللي اللي بادية ما عرفت عليها تشي معلومة فاخوتي باش ما نطولش عليكم هنا غن أعطيكم واحد الإطلالة شاملة على دومين السعر انتع الشراء والسعر انتع الجديد والسعر انتع النقل مثلا إذا كنت انتع غادي تنتقل دومين ديالك للواجهة أخرى فمثلا كنشوفوه بالنسبة للسعر الشراء ها هو يعني كيبتد تقريبا من 10.98 دولار بالنسبة لل .com .net التامن ديالو .org ها هو يعني .onfo كنشوف أن التامن ديالو نقص لأنه يعني تفا بالنسبة للزائر كيجي شوية نقص يدخل في .com يعني .com كيكون عنده مستقية أكتر هو .net .org بالنسبة للسعر الجديد يعني لدي ربطي واحد السانة بالضومين كيخصك بعض تانية تجدده فهنا هذا هو القلب الذي يديره معظم تلك الشركات كيعطوك الضومين الرخيص في السنة الأولى ولكن مليك تبدي تجدد في السنة الثانية يعني كتكون بنيتي عليه واحد رافيك اللي هو كبير يعني يعني لا يمكنك تستغنى عليه ديالك السعر مثلا قودة دي هي اللي عندها هذه القادية كيبدأولك الضومين بلقان دولار ولكن كتدز واحد العام كتلقها بعشرين دولار ربعين دولار تقدر تصلت لستين دولار لأنه ممكن يعرفك بأنك محتاج لي محتاج لي فهنا يسعر النقل تاوى إلا بيت تبدل هاوستين ديالك أما بنسبة القودة دي هاو أهم كما قلت لكم قبيلة يعني هاو هذا أربعة دولار يعني خمسة دولار هاته ما نجيلوش حلولة بنسبة لهاوستيقاتر تاوى هالأتمينة ديالو باش ما نطولوش الفيديو بلوهوستاوى المهم تتوقفوا الفيديو وشوفوا على خاطركم مثل هنا يا أخوتي جينا الأهم مرحلة اللي هي غادي نشيرو في هالدومين يعني نخصك تركز معايا مزيان مزيان لأنك هتحط الفلوس ديالك أخويا فمثلا احنا اخترنا واحد دومين عندنا مثلا كيدس دومين ويب مثلا هاده هو اسم ياللي بغينا ونجروحنا .com هكا بغينا كندير رشيرش إلا كان فرغيط العوهلي إلا ما كانش ديسبونيبلاوا يقولك هذا غير وكيعطوك دومين الي قرب فمثلا هنا ما قلووا لي كيدس دومين ويب كوم يعني راه موجود واللكن تمندله هو 12 دولار يعني 12.17 دولار اه اقترحوا عليها بعض الاقتراحات الاخرين بحال هنا بوان نت بحال هنا بوان ارق بوان فو لكن 21 دولار فمثلا انا اللي عجبني هذا هالضومين هذا وهذا التمن اللي اللي اقترحوا عليها فما عليك الا در اد توكارت افا در اد توكارت يعني غنجي هنا غنحول ندخل يعني بحال اما تجار بحال لغنشري اه وخص قدروري تكون عنديك واحد لقونت في قودادي انا مثلا را عندي القونت الدي اللي هنا في قودادي ف بنسبة هدا اللي اخترنا تيقول لنا هنا بان بنسبة سنتين غادي تحسب عليك بتقيم عليك 30 دولار 34 فاصلة 34 سنت المهم احنا بغينا مثلا هي سنة وحيدة كنجر هنا سنة وحيدة كي يولي عدنا 12 17 دولار يعني هذا زوين نقدر ناخده صافي كتتعمر المعلومات دي ولك هنا ال ايمايل ال اوزر و الباسورد وكتدوز ال سيتاب تانية المعلومات كاملين هنا كتبي انفو كتدخل الكود نتاع اللي كارت جي صافي كي يقولوا هذا هو التوطال اللي غادي تخلص وكتخلص مباشرة انا دبا ما مقدرش ندخل لان عندي انا دايجة واحد للكونت يعني ما يمكنش لي نعود تاني ان ندخل باللكونت دي هلي وبعلومات خرين تال هنا متفاهمين اندوز دبا بالنسبة لل نيمشيب يعني شوفوا لاحظوا معايا هاد الخطوة اللي غادي نقوم بادبا فمثلا انا عندي هنا هاد هو الدومين اللي خرجوا لي بعد التامان بنسبة القودة دي شوفوا مليك نقلب عليه هنا في نيمشيب يعني 100% غادي يكون طالع التامان دي يالو غادي احنا نحاول نجرب ونشوف فيهم كاملين ندخل هنا ندخل بالنسبة له ضروري كتجي هنا كتدخل الوجه وكتدخل هنا الدومين مليك تدخل هنا عاد كيعطوك فين فين تحط الدومين ديالك هنا كيقول لك هش بتترانسفير الدومين عند ديج عندك انت دومين ولا دومين جديد كتقول لهم انت دومين جديد وما تنسوا أخوتي دائما مني تبيت شريء من شي شركة فضروري تنسك خيفة عندهم في الدبار عاد بقى تقلب مع رأسك باش مليع جبك شو ديال add to card ودك الساعة تكمل شراء ديالك بكل ثلاثة تحمل المعلومات وكتبي فمثلا هنا احنا هوا كيرو الشرش لنا يعني ها نشوف نقل كمبرو دومين را موجود يعني ها موجود 12-95 يعني ما زيد شي بزاف على قود هذه أنا تقلب مجد مع ABC Center قليلة نشوف بنسبة ما يمشي بشي تطلعون لنا بقل 8.28 يعني عجيب هاد القادية وهنشوف بلو هست يعني التهوى الطريقة بحال وبحال هست تدخل الواجهة ولكن تدخل تشوف دك شو اللي بغتي هو الدومين كن ديري لك هنا .com يعني ما لك لش تزيد هنا كن ندير السيرش يعني إذا ندخل هنا غدا يعطي نتهم موجود ولا ما موجود ورا Automatic موجود حت في اللو قال لنا لسيت الاخرين كامل يقال لنا بأن ورا موجود يعني هنا تقول لك هوا موجود هنا يعطي .org يعني اختيار تخلاف حنا كن قل لهم اللي بغينا هذا ولكن هنا كما كتشفو فره طالع شي شوية 8 ديال هوا 12 دولار ولكن ضرور البروتيكسي والبروتكسيون ديال دومين ديال يعني نوقع مشكل لش حاجة والاختراق يعني تكون بروتيج دومين ديال وغادي يتقيم عليك 23.87 دولار يعني التهم ره كتنسكريف معاهم كتعمر المعلومات ديال كتب يعني كتدخل المعلومات ديال سوف يتقول لكم مباروكرا ولا هاد الدومين محجوز لك فالتال هنا وضحت لكم هاد شركة كاملين والطريقة انت عد كيف شتشري منهم ما بقى لنا غير نتوكل على الله ونبدأ الخدمة لان هاد الخدمة ره مخصك تبقى تقول اليوم غدا اليوم غدا وربطهم عسيت ديالك وتوكل على الله لان هاد تسويف واللي كيخرج علينا اخوتي ويخلينا اللور اللور التال هنا كانت هذه الخاتمة تعد درس ديالنا سمحوا لي طولت عليكم وكيف جيمة ما تنسوش ابوني دير جيم فعل جرس باش انفوان حط شي درس يطلع لك انتال الاول والله يفقكم جميعا